بنيان ضخم يواجه الفلبيني صاحب الفوز المتكرر منذ سنوات لا ينازعه أحد في وزن 75 كيلو جرام عزائي المشاهدين من دبي تشاهدون أبطال استثنائيين دوليين من حول العالم وبالذات من القرار الأسيوية المسيطرة على مجريات الأولمبياد والألعاب والدولية لعب الفلبيني فرقن الأحمر الخلوق صاحب الحس الفكاهي إيمور فليكسي مارسيل رقم رقم عزائي 75 كيلو جرام هذا اللقاء أضمن لكم أنه سيكون لقاء استثنائي لقاء متعة لقاء يعرض لملايين عزائي المشاهدين ملايين حول العالم يشاهدوننا الآن لهذا اللقاء كلا اللعبين على قدر كبير من الشهرة وعلى قدر كبير من القوة والتنافسية لو كان هذا اللقاء احترافيا لكان هناك الملايين المدفوعة من الدولارات فقط للتفرج على كلا اللعبين المهريين كنا وإياكم مع المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة المدرب محمد مصبح سعيد الشبلي ونتمنى له التوفيق في البطولات القادمة بإذن الله ويوم ما سنجد اللاعبين العرب والإماراتيون يتنافسون في نصف النهائي والنهائي بهذا الشكل لدينا الكثير ولكن الظروف تمنع في بعض الأحيان ويكون لها رأي آخر الجولة الأولى والدقيقة الرابعة عشر بمجريات الجولة الأولى والحكمة وتنبيه لللاعب نمبر ون الفلبيني بوضعية الساوث بو بعدم الضار بضخلف الظهر لا تتعجل عزيزي المشاهد فهذه الجولة الأولى كل اللاعبين حذرين من يرى مباراة الأمس لجعفروف وللسيطرة التامة لثلاث جولات والضربات الجذع الذي نفذها سيطلب من ركل أحمر التريض قليلا قبل خسارة التصنيف الدولي لكن هيهات لعب القابل الكثير العقوى والأشد حدة من حول العالم وانتصر عليهم بنتيجة رهيبة وقوية هو يعتبر اللاعب الأشهر بوزن 15 كيلوغرام ورقب يمنى نحو الجذع وفي الخارج هو لديه حس فكاهي وحب الضحك واجتماعي جدا لعب الأسبكي لاعب محدد صامت طوال الوقت عنده تركيز واحد هو الصعود إلى النهائي لقاء حذر في الجولة الأولى الجولة الافتتاحية والاستشرافية وهذا اللاعب القوي أو كل اللاعبين قويين بصراحة إشارة من النقاط لقرب انتهاء الجولة الأولى الافتتاحية التي يذهب فيها كل اللاعبين إلى زويته هم يأخذ بعض النصائح وضغط زر اللكمات التي ستكون لها رأي نظر إلى النصائح نظر إلى التركيز والحدة حكم اللقاء من بلغاريا الحكمة الدولية ماريا ولدينا قضاء من إيرلندا هنجريا رومانيا والإمارات العابية المتحدة والهند الزوية أمام اللاعب المهاري جعفروف من يوزبكستان في زي الأزرق كثيرون من شبابنا العرب تواجهوا مع كل اللاعبين أمام جعفروف أو أبي يومير اللاعب المشهور جدا من كلبيني واتسبوا منهم الخبرات ونحن نتكلم عن أعلام في عدم الملاكة أولكمة خطافية يومنا جميلة من جعفروف ويكون له الرد والطبع من رقم النمبر ون بيد اليومنا المباشرة في الوجه تماما نكمات وانتو أو تعثر بالمقصود عن طريق البساط كيف نحن نحن نفذ؟ لكن لننتظر فليبيني يومر مارس يلا اللقمات القوية تكادل الكاميرا تقسم إلى نصفين من تلك اللقمات القوية انتبه عزيز المصور هذه اللقمات القوية المحددة التي تتبع من أطل العالم أطل الاستثنائيين سترونهم كثيرا كثيرا في المقابلات القادمة لديهم سيطرة على مجرية الأحداث في وزن 75 حول العالم انظروا إلى الثقة انظروا إلى التعامل اللعب الأزرق يتعامل مع رقم واحد بهذه الثقة والرقصة انظروا لاعب حركة الحكم هو شخص متفرج في هذا اللقاء لا يعاني مع شخصين مهاريين لا يحتاجان الحكم للإرشادات ولا للتعليمات فقط لإعلان بدء الجولة ونهاية الجولة ويشكرونه على ذلك انه لا بلو انتبع من ضربات تحت الحزام واللكمات المصبق ولا كما خط فيها كما في القفاز كما ذكرنا لا تسجل لكمات التي تسدد في القفاز أو في خلف الظهر أو خلف الرأس فقط الرأس أو الوجه والجذع وللقفاز معايير سلامة وحماية وطبقات من الإسفنج لحماية الوجه الهدف ليس الإذاء إنما الهدف هو التنافسية وتعلم كافية الدفاع عن النفس لو حاولت نزع القفاز من أحد الملاكمين في أي وقت لن يمكنك ذلك فهم يخبان اللعبة بشكل بشكل استثنائي وجم نهاية الجولة الثانية الحذرة جدا منذ لحظات لم يري الخصف عبر كل الأحمر هذا التعب ولا ميظهر عليه يضغط على نفسه ويمثل أنه لا يحس بالإجهاد وأنه بثقة كبيرة والحقيقة غير ذلك انظروا إلى الركنة الرازق أنا أراه من هنا مرهق لا يكادوا يلتقطوا الأنفاس لكن كل التحية له اللعب جعفروف الفنان في إظهار كل الثقة انظروا يمثل أمام نمبر ون أنه الأفضل والحقيقة نسبة لنراها دقيقة بين الراحة ويراها الملاكمان ثانية واحدة بين الراحة بداية الجولة الثالثة وذلك الشعور الذي يحس به هو الملاكمين فقط يعود معنا من جديد السيد علي أنظر جواد الأمين العام لاتحاد العراقي وعضو الاتحاد العربي كيف ترى هذا النزال القوي بين اللاعب الفلبين في الركن الأحمر هو رقم واحد في التصنيف الدولي في وزن 75 كيلو جرام واللاعب القوي الذي اتبعناه بالأمس أو بالأمس القريب اللاعب الأسباكي جعفروف صاحب المهار لو تتذكر معي سيد علي ضربات الصاعدة على الجدع والحركة الواثقة بالتأكيد الملاكم الفلبيني من الملاكمين الجيدين في القرى الآسيوية وتصنيفه أول على العالم ولكن الملاكم الأسباكي أعتقد ثبت هيمنتا وأعتقد راح يكسر هذا النحس وينتصر أعتقد في هذا النزال كون اسلوبه مئة بالمئة ناجح في أداء السلوب الطويل المباغت في أداء هذه الجولة إذن تنبيه شفهي لكل اللاعبين يبقى الرأسي عاليا وتجنب صدام الجبهة لعدم الإصابة اللعب مهاري جعفروف أمام نمبر ون يومور مارسيل من الفلبين اللعب القوي جدا المحافظ على صدارته منذ سنوات ما شاء الله كل اللاعبين نتمنى لهم التوفيق لكن في وجهة نظرك ونظر الخبراء من سيكون الفائز هل يبقى الفلبيني رقم واحد حول العالم في ميزانه أم يجبره جعفروف على التنازل على هذا اللقب أعتقد ستكون للملاكمة الأوزباكية والملاكم جعفروف كلمة في هذا النزال لإمتهانا لم يجعل للملاكم الفلبيني فرصة للتفكير من خلال التنقل الحركي والمباغة بالهجوم أعتقد أسلوب جدا ناجح للملاكم الأوزباكي اللي أعتقد ستكون الكفة مائلة إلى الركم الأزرق هل تعلم أن الملاكم الفلبيني الدولي الأكثر شهرة ماني باكياو شخصيا من الداعمين للمارسيل وبعض الأحيان يتدربون سويا وهم أصدقاء بالتأكيد يعني بلد واحد وهو مهتم بالطاقات الفلبينية مثل ما وصلنا يعني الملاكم ماني باكياو يمنى النفس لقمة مستقيمة يمنى من نمبر ون في العالم 75 كيلوغرام نزال قوي اللاعب مارسيل يقترب من الحفظ باللقب أو خسارته أمام جعفرو ثواني معدودة بل ثانيتان تفصلنا عن نهاية هذا النزال ونهاية الجولة ثالثة مارسيال يومير نمبر ون في العالم وجعفروغ من أسباكستان دا شالينجر قوي استثنائي ما شاء الله لديه قوة جسمانية رهيبة لجعفروغ وأكتف عريضة ما شاء الله تفيد تزيد في الريتش وفي قوة اللقبات انظر إلى هذا الجسم الاستثنائي الحلبة تكادو تهتز بهؤلاء الأبطال شهر شكرا وفرحة شهر من جنسان شهر من جنسان وفرحة 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 جفروغ يجعل مقصر من جنسان وفرحة قوة سمير